طيب دلوقتي وانت بتلعب في كفر الشيخ ما حلمتش كنت تطريع على النادي الاهلي والزمالك او الدور العام مين اللي كان اكتر اللعيب اللي كانت انت بتقول ايه يا ده نا هبقى زي ده وحسن من ده كمان والله بصي انا كان نفسي العب في النادي الاهلي بشكل جيد انت طول عمرك اهلاوة او الاسرة كلها اهلاوية انا والدي الله ارحمه كان زم الكاوي زم الكاوي كان زم الكاوي جديد جدا يعني الله يرحمه يا سدي فلكن طبعا لما روحت النادي الاهلي كان اتعطف معايا وكان يعني بساعدني خلاص سلم امره اللي لا بقى ابنه نازم اعب جنب ابنه ابنه راح الاه فطبعا كان نفسي العب في فرقة كبيرة يعني انا انا كنت يعني لو كان جالك الزمالك كنت هتروح الزمالك والله انا ماهونا يعني اه ماهو لما جاليش الاهلي مش هروح الاهلي اه بس خلي بالك انا سمعت قبل كده اه انت مقولش الكلام ده بس انا انا طبعا انا ما بجيب الضيف لازم نفسسه سمعت ان النادي الزمالك قاعدوا معاكوا قاعدوا معاك واتكلموا معاك بس انت مروحتش بالضبط انا انا كان ليا اتنين صحابي دكاترة دكاترة سينان واحد منهم كان وده ميقللش مخاطر النادي الزمالك لا 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 خالص لا لا انا وكان زمالكوي جدا وبيحبيني بشكل كبير جدا وكان ام تابعني في الماتشات ويجي ايجي ورايا ويتفرج علي وكلام من ده فقال لي انت لازم تروح تروح الزمالك وانا هوفقلك معاك معاهم ويه 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 طيلي عم منه انا انا هلاوي وعايز اروح الاهلي وبتعجي لي من ده المهم هو اااا Advonat صدبر معاه معاها حسن عن طريق واحد محامي هناك في 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 نات زمالك اه وعالاساس ان انا قابل ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامfluه اااااام 대مشاريع وده منهم ااااااااab正 معاة miaدше L'R واكابتن زكي عثمان اااااااا ستة و سبعين سنة و سبعين في السنة اللي أنا جيت فيها النادي الأهلي فروحت أبينا رحت دخلت قط مدير النادي كان مدير النادي أياميها علاء الحمولي الله يرحمه الله يرحمه والله يرحمه كانوا قاعد معا كابتن محمد لطيف فدخلت أقعد أنت رحت بقى في المعقل نفسه أنا كنت كان درعي مكسور ومجبس وبسبب مباراة في الكاس كانت بينا وبين سمنود في كافر الشيخ وكان الملعب غلقان مية وكانت زحلقت وكانت درعي مكسور فلقيتهم بيكلموني بيقولولي يعني احنا مش هنعرف نجيب لك هنجيب لك السغمة ازاي وانت درعك مكسور وانت وانت وكل ده أنا كنت قاعد منتظر كابتن مصافة كابتن زاكا عثمان ومحمد حسن حلم لأنهم كانوا في نادو وفعين شمس ومين اللي كان يدير معاك الحوار كابتن محمد لطيف وعلاق الحمول اتنين عمليقة ايو عمليقة طبعا بدون كلام يعني وبعدين أنا كنت قاعد منتظر ان هما ييجوا لصوص محمد حسن حلمي وكابتن زاكا عثمان فليتهم بقى بيكلموني بقولي ازاي هنجيب لإسترنا وازاي وازاي طولهم انا جاي هنا مش عشان تقولولي ازاي انتوا اللي تصرفوا عفزيني انتوا اللي تسروا مفيش احتراف مفيش بقى عقود عقدك انتهت بقى حر نفسك لا دا انت استغنى لازم تجيبها من النادي وتدفع فلوس بصراحة انا بدايت فقلت لهم انا يعني اتصرف مع نفسك اه فقلت لهم خلاص انا انا موجود في كافر الشيخ اللي عوزني يجيلي هناك وهذا حصل مني لا حصلش بقى اتصال ولا لا حد يتكلمك ولا حد يقولك لا 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 خالص انا انا تاني يوم كنت قاعد قدام محلات والدي لقيت عربية ارجنتا الالفين دي اه اعد فيها تلاتة وحد بيشور لي كده وانا قاعد فرحبت له لقيت ست الفري مرتقي والاستاذ كمال حافظ وعام عبدالبقال طيب قبل ما نبدأ نخش في الحتة دي كلها وانت بتلعب في كافر الشيخ اللي عبت في دورة المدارس بالضبط والكابتن طاع اسماعيل ربنا يديله الصحة والعافية لما شافك في دورة المدارس وانتعلقت كان معك مختار كان مين يقولي كده على الاسامل كان موجود معاك كان معايا مختار كان معايا محمد صلاح كان معايا سابت لعيب سابت البطل الله يرحمه إبراهيم خليفة ما شاء الله بتاع الاسماعيلي طبعا الباكليفت بتاع الاسماعيلي اسمه هفتكر لك اسمه دوقتي هندي هندي محمد هندي وكان معايا ومحمود فوزي الزمالك أيها يعني كلهم لأمو درجة أولة محمد سعيد أبو دمال حمزة طبعا طبعا ما شاء الله قولوك ولعيبت وعلي كده أساسي ما في ناس تعملت منتخب مصر منهم أنا روحت إزاي يا كابت المصفى ده أنا روحت بالصدفة للبحث دورة المدارس دورة المدارس كان في الحج محمد العافي الله يرحمه ده يعني صراحة أنا بعتبره زي ودي ده كان في نادي خف الشيخ كان في عضو في النادي الأهلي في النادي الأهلي كابتن طة أصمعيلي عندما كان مجتمع المنتخبüh тут modern في النادي الأهلي سأعسكره في النادي الأهلي علشان يختار منهم أفتين وعشر اللعيب سأعسكره فيما في النادي الأهلي و حيعمله تمرين سأعسكره في مندق سو وو تمرينه في النادي الأهلي أسبوع فقال له هنا عندنا لعب في كف الشيخ لعب محمد عامر ولعب كويس مش اوعى ايه ما أتشاه رفق كابتن كان الحج محمد العافي ليه علاقة بالكابتن طاهم فقال له خلاص هات هنا خليه يجيب لبس نوم وبتاعه ولبس التدريب ويجي عشان هيقعد معنا أسبوح هنا فروحت جيت النادل آهلي كان أول مرة قدش النادل آهلي أول مرة فكنت من ضمن الـ 22 لعيب اللي اختاره من الكابتن طاهم كان معاه مداريب عام من كابتن إبراهيم لوحش الله يرحمه من لوحشه كان الكابتن طالق سليم معاه تقريبا لا ببقى بش في دي بقى في واحدة تانية بس شوف آيانيا كانوا مهتمين بدور المدارس ما هي دي اللي نقصر كان دورة دولية في اسكندريا يعني كام لعيب حوالي خمس ست لعبين لعبوا من تخب مصر ولعبوا من الأندب بتاعاتهم أساسي من منتخب المدارس أي ومختار تلع منها برضو على الناد الآلي مختار وكان سبيت البطل وكان محمود فوزي وكل النجوم من انت ولتها دي ومحمد سعيد كلهم لعبوا في البطولة دي ومحمد صلاح لعيبة كبيرة لعيبة جنبة جدا طيب اختاروك كابتن طه قال لسيادة الفريق قالوا فيه لعيب عندي كواس قوي في دورة المدارس من كوفر الشيخ اسم محمد عامر النادي الآلي ما كدبش خبر ومريكب العربية الرجاة اللي انتقول عليها دي وقو لك ما هو يعني هو هما ما جوليش غير ان انا في الدورة دي تلعت انا هدى في الدورة هدى في الدورة تلعب راس حربة برضا ايوه طيب فكابتن طه عرض علي وانا في الدورة فانا قلت للمسؤولي كفر الشيخ ان انا عايز روح النادي الآلي والناس بتعرض علي وكابتن طه عرض علي ده ما قلت له ما عاوز روح النادي الآلي هما ما استغربوش شوية كده واستغربوا طبعا ما يعني ايه 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 لعيب من عندنا مكافر الشيخ هيروح النادي الآلي كده يعني فقالوا لي لا احنا احنا السنة دي هنصعد فخمسة وسبعين وده سنة وسبعين خمسة وسبعين خمسة وسبعين هم ستسبعين الموسم ده قالوا لا ابش هتسيب النادي مش هتمشي إحنا السنة ده هنصعد وحنمرع في الدورة المنتاز حد كان جالك من نادي الأهلي وما كانش حد جالي؟ لا ما كانش لسه حد جالي أنا جولي بعد أنا بعد ما كاف الشيخ خبطت نلعبنا سنتين في الدور المنتز ولعبت الأربع مباريات اللي هم المباريتين اللي في القاهرة والمباريتين طبعا أنتوا كنتوا بتيجوا وتكسبونا وتمشوا فبعديها بقى أنا لا بس كنت فرقة كنت فرقة محترمة لكن كان عندنا لعيبة جندة جدا كانت فرقة يعني بتتعب نتعب غير عادي وكان هيدو كنت بيعمل لها مليون حساب ما شوف يعني اللود اللي كان علينا احنا كفريق نادي الأهلي في الجيل دوت كنا بروح لقى المنصورة اللاقي فيها سبعة في المنتخب نروح للمحلة اللاقي عماشا ورحم خليل وعمر عبدالله وعمر عبدالله وسيدة عبدالجوات والسياجي المصري الله يرحمه مسعد نور والساء وملايين تانين يعني عفل لو احنا ناسين نقول لأسامي ناس اللومبي كان جامد أو التحاد اسكندرية كان جامد السويس كان جامد المأولين العرب لا كان فيه احنا كان عندنا في كفر الشيخ حارس مرمس من الملة الله يرحمه الله يرحمه يا سيدي ده فيه صورة على فكرة انت موجود فيها الصورة دي طالح فوق ورجليه عاملة كده رجليه فوق دماغك يعني شوفوا ما شاء الله طويل وهو نطط قد دي فوق الصورة دي موجودة عندك الصورة دي موجودة خدت الجايزة الأولى في الأهرام يعني واتصيط علي هنا لا ما شاء الله كان جسمه مريجي طب ما انت ليش ليه عامر طب كان عندنا لعيب اسمه عبد الهب مغازي كان سير دي باك محترم ايوانا فاكره فاكره محترم يعني وسيد يوسف يعني احنا كنا طب انت كنت متوقع حد من الموجودين معك زمالك في كفر الشيخ ينروح يلعبوا في أندية زي الأهل والزمالك والإسماعيل والكلام والله أغلبهم كان يلعبوا في أندية كبيرة ما فيش حد فيهم هو راح كان قبلية لعيب اسمه عبدو سقر عبدو سقر بيلعب ايه؟ في الناد الأهلي على فكرة ولعب في الناد الأهلي كان بيلعب ايه؟ بس ما طولش بيلعب ايه؟ كان بيلعب تحت روس حرب روس حرب ملعبش أنا بيد عن الوينجرايت لا بيد طيب الحمد لله ما حصلكش طيب